مسكت الجماعة والقيادات انهم يفضلوا وفضلوا في المكان ده وفضلوا في المكان ده وللأسف العناصر المسلحة الإرهابية بنتكلم على مئات المسلحين اللي كانوا بوجهوا رجال الشرطة اللي بيقوموا عملية الفضل ما هو الشعاداء اللي عندنا دول منين بالمناسبة قرروا انهم كمان قرروا خلي بالك التقارير للطب الشرعي والأعداد في ناس اتقتلت من مسافة 3-4 متر 3-4 متر كان ايه؟ ومن الظهر ومن الظهر يعني كان في ناس ووقتها وكنا بنقول الكلام ده مش النهاردة منهم كانوا بياتلوا في الموت وكان حزم هو في الآخر رسالة ايه؟ الدم الإخوان يعيشوا فقط على الدم يريدوا الدم مش حقن الدم لا بدليل اللي أنا بورغولك بوريه لك اللي انت بتشوفه النهاردة اسمعوا وشوف لما كانوا بيقولوا مش هنمشي من هنا إلا ودونها الرقاب يطلع الحجازي يقول ودونها الرقاب ويقررها بدل المرة عشرين مرة مش هنتحرق يعني كان في ايده ان يخرج كان في ايده ان الناس دي تمشي كلها كانت تمشي وما كانش والله النقطة الدم واحدة تحصل ولكن قال كانوا عايزين دم ايوه صفحة حجازي قال كده وقال بدل المرة قررها مليون مرة قول لها رش مرسي بالمية هنرش بالدم وقال أنا بكررها وقررها هنا بالمناسبة مش قررها في العلام لا دا قررها هنا على المنصة وقال أنا بكررها تاني ان هو دا كان الرسالة الدم دا اللي عايزينه طول الوقت يبحثوا عن الدم نشوف ماذا قال المجرم صفحة حجازي من هنا منصة ربعة عن الدم وعن مرسي وعن اللي هيقرب من مرسي وعن الشرعية المزعومة